لك كبر وبقى راجل وانا يستحيل ادخله مع بناتي كده انا مش بقول لك عشان بس يعني تقول علي يا مرات اب بس انا خايفة على بناتي بس يا مام انا بحبهم هم اخواتي الكبار انا هروح فين طيب انا معرفش هو عندك بقى شوفها تعملي معا اي انا زيت بجد من حواراتكم دي جوادة تشل يزيد بصل ابوه بصدمة من اللي قاله وان هو تخلى عنه كده بكل سهولة سمح بصل لي يزيد بنصر وان هو اللي هيخرج في الاخر فضل يعاية وترجبوا ان يفضل معاه بس من الاول ابوه مش عاوزه ومعتبره ابن زنا وطعن فشرف مراته اللي ماتت بسبب حرباية دخلت البيت اللي كان مليان فرحة وخربته مع ان المستوى المادي بتاعهم فوق المتوسط بس السماح كانت عايزة تكوش على كل حاجة بعد ما عرفت انها مش هتقدر تخلف ففكرت تخلص من الوريس الوحيد لعائلة العدوي بعد وقت كان واقف قدام الفيلا وبيبص لها بنظرة قهر وخزلان طفل سبع سنين طرق ابوه مع ان سنه صغير بس كان وارث الزكاء من والدته اللي سماح موتته بأهرتها لما اتهمتها في نسب يزيد خرج من الفيلا وورامي كل حاجة وراه وقرر يبدأ من جديد ونوى والنية لله ان هيرجع بس هيكون يزيد العدوي وهياخد حقه تالت وامتلت وفي مكان تاني كان في طفلتيها في الشوارع وبطعيط لانها مش لقى اهلها ضعت منهم في الملاهي فضلوا الناس يدوروا على اهلها لمدة يومين بس من غير اي فايدة لحد ما في راجل كبير قرب منها ويقعد في الشارع مالك يا عسولة قعدك ده ليه وفين اهلك يا جدو مارمش عارفة ماما نين وانا من حبة كنت بلا يا جدو لمارمش عارفة ماما فين وانا هنا من حبة كتيرة صعبت على الراجل وفكر ياخدها عنده في البيت بس ظروفه ما كانتش سامحة بكده وما ينفعش ابدا انه يسيبها في الشارع لكلاب السيكات كده جيه في بالي ياخدها ملاجئ لان ده انسب حل طب تعالي يا بنتي هواديك مكان حلو قوي بدل ما انت قاعدة في الشارع كده ماشي مشيت معا بكل وراءة ما كانتش تعرف ان من اليوم ده هتبتدي حياك ديدا نهائي وصلت قدام الملجأ في نفس الوقت اللي وصل فيه يزيد وقفوا الاتنين جنب بعض هما بيبصوا للمكان سماحوا يا بتتكلم مع يزيد بفرحة وخبص شوف اخرتك هنا يا يا ابن مارم يزيد بصلها بكل كره يتنافى تماما مع سنه وزاد جواه الكره اكتر والانتقام هم احداشر تنى يا سماح اللي هيفصلوا بيني وبينك وقتها هتترجين ان انا ارحمك لكن وقتها انا مش هرحمك زي ما انت مش رحماني دلوقتي مش قبل ما تخرج لما نشوفها تخرج اصلا عايش ولا لأ بعد كده سابتوا يكمل طريقه الواحده ومشيت الحج حسين وصل قدام الدار ومسيك ايد لمر ودخل جواه للمديرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا حج تفضل طلب حضرتك ايه تبرع ولا تبني يزيد فضل حضرتك يا استاذة انا النهاردة وانا ماشي في الشارع قابلت البنوتة الامر دي وقالت انها ضايع من اهلها ما كانش معا غرشات الميلاد بتاعتها دي وانا كنت حابب ان انا سيبها هنا امان لها من الشارع المديرة وهي بتبص للبنت البرية اللي قدامها اللي دخلت قلبها من اول ما شافتها خلاص يا حج سعيد تقدر تخلص الاجراءات واحنا برضو باسمها هنحاول نوصل لأهلها محاولة اخيرة الحج سعيد خلص كل الاجراءات اللازمة لوجوده في الملجأ وقرب منها لمر حبي بتجده انا جبتك هنا عشان هنا حلو عايزك تسمع الكلام كويس وانا لو ربنا طول في عمري مش هسيبك وهفضل اتطمن عليك على طول الكلام وحضنها وثابها ومشي لمار كانت واقفة تايها ومش فاهمة اي حاجة قربت منها المديرة تعالي يا لماري حبيبتي هواديك عند بنات امراض دايك كده ما تخفيش احنا هنا كلنا بنحبك دخلت معاه في قروة البنات ولقيت بنات كتير اقوي من اختلف الاعمار يلا يا حبيبتي روحي لعبي معاهم لحد ما جيب لك هدوم دخلت لمار وفي ثانية كانت مندمجة مع البنات وبتلعب وبتتحك جمد معاهم وفي الوقت ده دخل يزيد من سوكات وقعد على جمد ما كانش بتكلم مع حد لما ربصت الولد اللي دخل